اليوم العالمي للبيئة فدي بتهيالي اكتر مناسبة مهمة نقدر نتكلم فيها عن هذا الحدث الاستثنائي اللي بتنتظر مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وهو استضافة قمة المناخ كوب 27 طبعا احنا مرتكلم النهاردة عن توجه في العالم كله للاعتماد على الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة احنا بنتكلم على ان في دول زي بريطانيا هتوقف استخدام البنزين تقريبا بحلول عام 2030 وهتعتمد على السيارات الكهربائية احنا النهاردة هنتكلم عن مصر وهنتكلم عن هذه الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية احنا شايفين مصر قدرت تعتمد في طاقتها بنسبة 20% أو 22% على الطاقة المتجددة طاقة رياح طاقة شمسية زي محطة بنبان ايضا موضوع الغاز وغيرها من المشروعات الطموحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية هذه الخطة بتطمح ان بحلول عام 2035 مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 65% اذا مصر على خطة مهمة جدا في هذا المجال كما العالم كله بيسعى الان الى هذا الموضوع البعض ممكن يشوف انه موضوع التغيرات المناخية موضوع على طرابيزات بس بتناقش لكن احنا بنقول ان فيه فلاحين اتأثروا ومحاصلهم اتأثروا بسبب هذه التغيرات المناخية موضوع مهم جدا بيمس حياتنا في كل شيء النهاردة معانا الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي اهلا بيك دكتور مجدي معانا اهلا وسهلا دكتور مجدي النهاردة في اليوم العالمي للبيئة نقدر نقول مصر وصلت لفين في هذا المجال مصر طبعا من الدول الاولى اللي شاركت في يعني ما يطلق عليه التنمية المستدامة وفي جميع مؤتمرات البيئة منذ ان اعلنت انديرة غندي في 1972 ان الفقر هو اكبر مشكلة للبيئة وتبوى الاستاذ دكتور مصطفى كمال طلبة رحمه الله برنامج الام المتحدة للبيئة وكان اول مرة ينشأ برنامج للبيئة وايضا تبوى الدكتور عفتاح العصاص رحمه الله رئيس اللجنة العلمية لأكبر تقرير او اهم تقرير في تاريخ البشرية اللي بعد كده سمي اتسوان ويرلد او انه عالم واحد وده اللي جات فيه لأول مرة كلمة السستينبول ديفيلومنت او التنمية المستدامة والحقيقة يعني هذه احنا حتى بنشوف يعني عفوا دكتور مجدي بنشوف ان حتى في المؤتمر اللي عقد على مدار اربع تيام لبنك الاسلامي للتنمية انه كان فيه مرعاة في بعض المشاريع للبيئة طبعا طبعا موضوع البيئة كان الاول رفاهية الناس تصورت انه هو يعني ما كنا نكلم حد عن البيئة فكان يقول الجماعة بتوع الشجر والورد دول يعني ناس ريئة لكن دلوقتي وصل حتى لمفهوم الافراد العاديين ان موضوع البيئة والمناخ بيأثر على حياتهم وبيأثر على غذائهم وبيأثر على مصادر الميا وبيعمل تصحر وبيعمل جفاف وبيقلل بيعمل فقدان كبير جدا لمساحات زراعية حرائق الغابات اللي شاملت كندا وشاملت نص اوروبا وشاملت الصين وغيرها من الكوارث الطبيعية في السنوات السلاسة الاخيرة اعلنت ما يطلق عليها الرايا الحمراء او ما يطلق عليها الانذار الشديد وقد يكون الاخير للبيئة لانه بعدها يعني لو وصلنا الارتفاع في درجة حرارة سطح الكرة الارضية وعدينا درجة ونص في 2040 هتبقى مشكلة لو عدينا درجتين ونص في 2050 يعني من المتوقع ان حجم الكوارث سيكون نتكلم على غرق مدن غرق مدن وعواصف واقتلاع اشجار وضيع غابات والغطاء الاخضر نفسه يعني بينتهي ثم انه احنا كان عندنا مصادر للاكسوجين كتيرة جدا من ضمنها حتى محدش كان يتخيل ان التحالب الصغيرة الخضراء دي بتشكل بالنسبة لنا مسطح بينتج اكسوجين هذه التحالب الخضراء بقع البترول قدت عليها وفي نفس الوقت الشعب المرجنية اللي كانت في مياه نقية في البحر الاحمر وفي خط عرض محدود برضو التلوث خلى هذه الشعب المرجنية اللي كانت بالالوان جزء كبير منها حصل له نوع من التعصر نتيجة التلوث فبيضت وتحولت الى نوع من الحجار يعني انذار شديد اللهجة من الطبيعة للبشر من الطبيعة للبشر وشفنا كان فيديو يعني عمل تشبيه جميل جدا من الامم المتحدة لما جابوا ديناصور جوه الامم المتحدة هو اللي بيقول الكلمة والديناصور انقرض فكأنه رسالة تحذير الى الانسان في هذا الكوكب انه احتمالية الانقرض وردة مع كل لحظك بتذكره في انقراض لكائنات وفي فليرب يعني البلد اللي احنا بنقوله على تعبير الشوطة يعني اللي احنا بنشوفه من فيروسات وبكتيريا كانت في فترة كومون رجعت تنتشر بشكل ملفت للنظر يعني فترة الانفلوانزا اللي حصلت وكانت قضت على ملايين الناس بنخايفين انها ترجع بنفس الشراسة كورونا دي وغيرها من الفيروسات هو حصل تحور واصبح هذه الجينات قادرة انها تنتج انواع جديدة وبالتالي لما ناخد الناس متصورة ان مجرد الحاجة الهواء اللي احنا بنشمها لا ده احنا الاكل اللي احنا بنكله من غير هذا الاكسجين ومن غير اكاسيد الكربون اللي بتطلع ما يبقاش فيه اكل العقد النيتروجينية اللي احنا بنكل منها النشا لمجرد نوع من البكتيريا بيؤثر فيها ويطلع هذه العقد في الزراعة فهنا معتمدين على الزراعة والمياه فيه مش عايز اقول حياتنا فيه مستمرار البشرية صحيح طيب هنا يا دكتور نروح نفهم مع حضرتك كل المشاريع اللي مصر الآن بتسعى اليها لما نقول الهيدروجين الاخضر خلينا نتكلم عن موضوع الهيدروجين الاخضر والمشاريع الطموحة اللي بتتكلم عن مصر في هذا المجال والاتفائيات اللي اتعاملت في هذا المجال وكل دول العالم قدمت حاجة زي برتفول وقدمت زي مقترح لمشروعاتها اللي هتعملها اللي ملتزمة فيها بالتنمية المستدامة وعدم زيادة نسب التلوث مصر عملت خطة الخمسين والخطة دي يعني شملت كل المجالات طبعا المجال الرئيسي فيه موضوع المناخ انك بتحولي نسبة كبيرة لبرامج اسمها التخفيف يعني ايه التخفيف يعني حقيقة كنت ماشي على مداخن شبر الخيمة ومداخن محطات الكهرباء في حلوان وفي غيرها من المدن الصناعية بعد شوية هتلاقي المداخن دي مش طالع دخان هو بدأوا يحولوا مصادر توليد الطاقة الى طاقة نظيفة وفي نفس الوقت الصناعة بتاعتنا اللي انت برضو كنا بنفتخر في العالم كله يحط المدخنة جنب الترس على انه على العالم بتاع محافظة الاليوبية ان احنا بتوعى طبعا المدخنة دلوقتي بقى تعيد يعني انا كنت قبل كده من 20-30 سنة رمز الفخر والتقدم يعني عايزة اقولك طبعا اكبر بلد التخفيف ده اخطر برنامج من الانبعاثات بحيث ان انت السيارة كهربائية وهي ماشية ومصن سرعت في شركة النصر للسيارات السيارة الكهربائية هتلاقيها بعد شوية بالتأسيط المريح وخفض في السعر الناس هتسيب السيارة التقليدية اوتوماتيك وتروح للسيارة الكهربائية وعرضنا في مساء دي امسي هذا الموضوع محدش خد باله مساء الطريق الصحراوي على محطات البنزين فيه عمود صغير كده جنب محطة البنزين العربية الكهربائية بتقف تشحن منه بفيشة يعني يطلع من القاهرة الإسكندرية ومع البكترية بتاعته ومفيش مطور احنا صورنا لكله ورسلتنا وقتها طلعت من محطة كهربائية ووريتنا نموذج لشحن سيارة كهربائية وكل الطرق المتعلقة بطريقة الشحن وقد هي اقل تكلفة من البنزين والعربية بتطلع زير تلوث يعني بدلا احنا بنحسب طبعا نسبة النقل معدية معانا تقريبا 18% من نسب التلوث وخصوصا في الشوارع الدايئة يعني حتى لو تلاحظي هتلاقي دايما الناس اللي فيه الشوارع الدايئة في وسط البلد واللي فيها حجم عربيات كتير هتلاقي الناس تحس بمشكلة شوية فيه وكل شوية اللي كان عندي برد وعندي كذا الراجل بقى الفلاح اللي قاعد في الغيط على طول ده ما عندوش الأعراض دي ليه حصل تخفيف حجم الملوسات اللي طالعة في الشوارع ولذلك العاصمة الإدارية لما تبص عليها تلاقيها نموذج للي احنا عايزينه 40% من المدينة مساعة خضراء ده اللي احنا عايزينه يعني انت بتعمل احنا حاسبين لكل عربية 12 شجر يعني نفسنا في يوم اللي يطلع قرار اللي يشتري عربية يدفع 8-12 شجر لمحافظة القاهرة نسوش عافية جيب العربيات دلوقتي دكتور ورد طب ليش بيه متوسك بس المهم انه هو يعمل شجر بحجم اللي هو يمتص اكاسيد الكربون اللي طلع من الشكمان بتاعه فمفيش غازات هتروح لوحدها مفيش ملوس هيروح لوحده يعني اما بتعملوله شارع واسع فبيطلع السماء العليا لا اما بتعملوله شجر يمتص هو اكاسيد الكربون واكاسيد النيتروجين واكاسيد الكابريت ويطلع لك اكسوجين الناس فاكر انه مثلا لما اتعامل المتحف الحضرات واتعامل الحديقة الضخمة الجميلة اللي جنبه في عين السيرة وبقية البحيرة والمساحة والجنينة والشوارع الوسعة على بعضهم عملوا منطقة فراغ مطلعة التلوس على فوق ما يعودش في الشوارع يعني احنا بنتكلم على ست قطاعات قطاع الطاقة لازم يبقى بتحول لطاقة نظيفة وده بدأ بالفعل بيتحول لطاقة كهربائية وفي نفس الوقت داخل مشروع ضخم لاستخدام الغاز الحاوي في السيارات الجزء التاني خاص بالصناعة الصناعة النهاردة بتتحول كلها الى صناعة صديقة للبيئة التياران حتى والسفن وسائل النقل العادية من السيارات انت شايف النهاردة المترو ده احنا بنعتبر وسيلة تخفيف لغازات الاحتباس الحراري المونوريل وسيلة تخفيف ضخمة جدا لغازات الاحتباس الحراري ومستقبلها قطار الكهربائي وقطار الكهربائي اللي ياخد من الغرداء للعالمين طبعا هيعمل محور تنمية في مصار وكل من الغرداء للعالمين وفي نفس الوقت طاقة نظيفة يعني احنا اقصد ان التنمية المستدامة وحماية البيئة ليست ضد التقدم ولكنها تحول التكنولوجيا التقليدية بتاعة المتخنة والفرن الى تكنولوجيا نظيفة محطة كهرباء دون تلوث سيارة دون تلوث قطار سونة دون تلوث ايضا اللي اخطر قضية هي قضية الامن الغذائي والمياه وموضوع تغير المناخ اول شيء نخشى منه الامن الغذائي والمياه النهاردة لما حصلت اوكرانيا سعر الامح وصل ثلاث امثال واربع امثال وعمل ازمة غذاء فاذا لازم كل دولة وده اللي خلى سيادة الرئيس يروح يفتتح هذا الكم الضخم من المئة الف فدان في توشكا غير الدلتة الجديدة واحد ونص مليون فدان غير خمسمائة الف في سينا شغالين فيهم فاذا انت بتعملي مساحة زراعية خوفا من ان تيجي لحظة معاك فلوس ومش عارفة الشرق امح ما ده الخوف ولذلك الاندفاع الكبير اللي رئيس سيسي عامله لزراعات هذا الكم من المساحات يحقق الامن الغذائي وفي نفس الوقت احنا كخبراء بيئة بنعتبر الزراعات دي تخفيف لنا في الاخر واوراق خضراء هتمتص احنا كمان معانا تقرير هنختم بيه دلوقتي يا دكتور مجدي بنشكرك جدا على تواجدك معانا النهاردة في مساء دي امسي معانا تقرير ليه علاقة بهذا الامر الدكتور مجدي عملام مستشار برنامج المناخ العالمي بشكرك جدا على وجودك معانا وهيكون لنا لقاءات أخرى قريبا في هذا الموضوع شكرا شكرا